تحظى مدن وقرى مملكة البحرين باهتمام كبير في تطويرها والحفاظ على هويتها في ظل العهد الزهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه نعم جاء أمر جلالته لتطوير مدينة المحرق الذي أخذته الحكومة المنقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على عاتقها مؤكدا على ما تحظى به مدينة المحرق من اهتمام كبير ومكانة عالية لدى جلالته حفظه الله ورعاه فالمحرق في تاريخنا الوطني هي أم المدن وفيها نشأت مدرسة الوطنية إلى جانب مدارس النعضة وأنديتها الرائدة بهذه المشاعر وبالولاء والانتماء للقائد والوطن عبر أهالي البحرين والمحرق عن حبهم وحظيت المدن والقرى في مملكة البحرين في العهد الزاهر باهتمام من قبل جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه جلالته الذي أكد في أكثر من محفل على المكانة التي تحتلها المحرق كمدينة بحرينية تاريخية وكمدرسة خرجت أجيالا من أبناء الوطن الأوفياء وتعتبر زيارات جلالته لمحافظة المحرق في عهده الميمون يوم عيد لأبنائها ونظر لمكانتها مقبلة على تطور جذري في إحياء أحيائها بعد توجيه جلالته الكريم ونوجه هنا بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وسنعمل في سياق ذلك على أحياء قصر عيسى الكبير الذي سنعتمده كأحد المقار الرئيسية لعملنا ومعها الأحياء المعروفة بمدينة المحرق التي نتطلع إلى عودة أهلها لها تكريما لذلك المجد الوطني المشهود في وطن الطيبة والكرامة وإنفاذا للأمر الملكي السامي وفي شهر أكتوبر من عام 2023 وجه سموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالبدء بالإجراءات الفورية لخطة تطوير مدينة المحرق من أعمال الاستملاك والتصاميم التفصيلية والتنفيذ كما وجه سموه بالإسراء في استكمال مشروع مسار اللؤلؤ مؤكدا تشرف الحكومة بتولي مسئولية تنفيذ الأوامر الملكية السامية والمحرق كما قال سموه إن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله قال إنها أم المدن وهي مدينة العراقة والأصالة وتاريخها ممتد ضمن حضارة الوطن الذي نعتز ونفتخر به ومن هذه المنطلقات شرعت وزارات المملكة المعنية بالعمل المشترك من أجل تنفيذ المشروع فيها على أكمل وجه وهو ما أسفر عن الالتزام بخطة التنفيذ وفق المراحل الزمانية المحددة مسبقا وبين الماضي والحاضر وفي أزقة المحرق التي تحتضن بصمات أبناء الماضي ورجالات المستقبل يلحظ أبناء المحرق مدى التطور الذي شهدته المحرق على مدى خمسة وعشرين عاما في العهد الزاهر للعاهل المعظم حفظه الله ورعاه الذي جاء أمره السامي ليشكل تأكيدا على مكانة هذه المدينة واستمرارا بالحفاظ على هويتها وبصمتها التي لا تمحى في تاريخ مملكة البحرين